هيلفاء من فوق الحيطة في الزاوية اليسرى العليا للحارس زي ما لعبها أكتر من مرة هنشوفه انتابع وليد سليمان بالقدم اليسرى الأقرب وليد لو لعبها من فوق الحيطة بتبقى خطر جدا جاب منها جوال كتير جدا قبل كده وليد سليمان نفس اللعبة دي هنشوف وليد ولعبها وليد وجول يا ولد يا لعيب وليد سليمان يعني مخرجنا محمد دكروري قال لي هيلعبها كده وفعلا وليد سليمان بيحطها وبيسجل الهدف الأول إعزائي مشاهدي قناة الاهلي في الديئة التمنى هدف أول للنادي الأهلي وليد سليمان في الديئة التمنى هنشوفها مع الإعادة وليد سليمان متميز بها دايما أهل لعبة بيطلحها كده من فوق الحيطة في الزاوية اليسرى الأريبة صعبة على محمد غنيم حارس المنه الحلوى لإسلام محارب ماشي محارب ماشي محارب لوليد سليمان وليد سليمان المحارب يلعبها حلوة بالكعب للسعيد السعيد يلعب لحمودي وهدف تاني لحمد حمودي لحمد حمودي للنادي الأهلي كرة حلوة وجملة حلوة اتلعبت مرة واثنين وتلاتة وهدف تاني في الديئة 13 الديئة 13 اعزائي مشهيدة خناة الأهلي في كل مكان بتشهد الهدف التاني للنادي الأهلي أحمد حمودي هنشوف اللعبة تاني باصة والتانية والتالتة وبتوصل ايه لأحمد حمودي حطاها في الزاوية اليمنى العليا للحارس عيد كده بقوة شوية اللي بيعتذر له الروح رياضية جميلة دي اللي عايزنا على طول وليد يلعب على طول لساعة سمير تجربة بلا شك مفيدة لتفريتين مفيدة للنادي الآلي لعبته قبل المشوار الافريقي ومفيدة ايضا للتصالات قبل المشواره المهم جدا في مجموعته في القسم الثالث للتهاهل للخسم الثاني اسلام محارب ماشي اسلام يلعب لحصام عشور فتحي فتح له في اليمين اتلعبت السلية دخلت في السكة السلية فتحي 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 عرضية السلية جول السلية جول السلية هدف ثالث للنادي الآلي عمر السلية في الديقة 28 عمر السلية الهدف الثالث للنادي الآلي تقدم للنادي الآلي بسراسية اتلعبت حلوة نشوفها تاني أكتر من باصة تاني على طول سلية يلعب لفتحي وفتحي يلعب للسلية اللي جاي من تحت على طول وحاططها مباشرة في سقف المرمى ليل زاوية اليسرى للحارس محمد غني وخرج 25 يبقى أحمد أسامة وتاني هجم سريع والشيخ ولا ميدو ميدو الشيخ أحمد الشيخ بيسجل أحمد الشيخ والهدف الرابع للنادي الأهل أحمد الشيخ هدف رابع نشوفها تاني الباص ملعوبة عرضية حلوة ورايح أحمد الشيخ وواخد وحاططها لحظة خروج الحارس أحمد الشيخ والهدف نادي للتصلاة يشرك لاعب تاني ضربة نكريا للأهلي طبعا الشوت التاني الأهلي غير فريب الكامل نادي للتصلاة غير فريب الكامل وهدي واحدة تاني تصويبه وهدف خامس هدف خامس هنشوف رقم ميشو هو اللي جاي بالهدف ميشو هو اللي جاي بالهدف هنشوف رقم كام خمسة وثلاثين أحمد حاتم أحمد حاتم رقم خمسة وثلاثين هو اللي سجل الهدف الخامس في الدقيقة الـ 42 خمسة أصف أحمد حاتم رقم خمسة وثلاثين هنشوفها تاني اللعبة أيه وادي التصويبه وخبطت فيه مدافع ودخلت وأصبحت خمسة صفر 99 هينزل هنشوف رقم 99 محمد جعفر آخر تغييرات خلاص محمد جعفر هينزل تمنى كده على طول ده استمتعوا معنا في كل المباريات حصريا في قناة الآلي سواء الشيخ وهدف هدف سادس هدف سادس ده بين ده ميدو جابر ميدو جابر ميدو جابر هدف سادس مبروك للنادي الآلي وتجربة جميلة وحتى نلتقي مباراة أخرى أرجو أن تكونوا استمتعتوا معنا بهذا اللقاء الودي ودائع